أهلا بحراركم من جديد وحلقة خاصة من الأهلي خط أحمر أهلا بك يا عريس أهلا بك يا وسامة وأهلا بالجمهور اللي وحشنا فعلا بالتأكيد جائزة أفضل قناة رياضية طبعا حاجة تحمل كل العاملين في قناة النادي الأهلي المسؤولية طبعا بمبارك لكل المسؤولين إدارة القناة وإدارة شركة لايف على الجايزة وإن شاء الله دايما نكون عند حصن ظن جماهير النادي الأهلي ومزيد من النجاحات بإذن الله طبعا هو لا صوت دايما يعلو فوق صوت نهاية أفريقيا ولكن النهاردة منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي قدموا طبعا وجبة دسمة جدا لجماهير القرى المصرية والحقيقة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري يسجل أكثر من هدف والحقيقة رباع النادي الأهلي تقلق ويعمل مباراة بجدية كالعادة وطبعا طول ما الأهلي بخير منتخب مصر بخير أعتقد نتيجة مهمة جدا وضعتنا في صدارة المجموعة وخلاص تقريبا شبه الصعود محصومة فارس بشكل كبير ده غير طبعا منتخب مصر الأولمبي اللي بيفوز على البرازيل اتنين واحد بعد ما كان متأخر واحد سفر أعتقد بداية نتاج إيجابية للكرى المصرية منتظرنا من فترة بس حابب أقف عند المنتخب الأول أولا فكرة الفوز خارج الأرض أعتقد يعني أن لم تخن الزاكرة من مباراة تشاد اللي كان سجل فيها باسم مرسي احنا ما كناش بنحقق فوز خارج الأرض ولكن المهم كمان زي ما انت قلت يا أحمد أكيد طبعا كل اللاعبين أجادوا حابين إحنا هنا قناة النادي الأهلي في النهاية حابين نقف عند لعبين قبل مباراة نهائية لعب زي أيمن أشرف النهاردة بيلعب في مركز ما بيلعبش فيه من فترة طويلة جدا بيتقلق وعلى فكرة أيمن أشرف قدم أداء في رأي استثنائي لسبب كمان أن محمد شريف ما كانش بيساند دفاعيا بالشكل المطلوب لأن محمد شريف دايما بيلعب لعمق الملعب فدي حاجة مهمة كمان الشناوي أعتقد أيمن أشرف كمان التخطية اللي كان بيعملها العكسية بشكل هاي حقيقي كمان بنتكلم في الشناوي اللي ما كانت المباراة تخرج بالنتيجة دي إلا في تقلقه اللي استثنائي شخصيته توقيتاته الشكل بتاع حارس المرمى وكمان صناعته الهدف الجزء اللي تطور عنده بشكل رهيب ومستحيل يكون بمصادفة حصل في الدورة أكتر من مرة وبيحصل النهاردة كمان بنتكلم على أفشة الهدوء الشخصية التركيز وده اللي بنتكلم وافتقدناه في المباراة الأولى إن لعب النادي الأهلي يكون موجود بالشكل ده ويكون بيلعب بالتمبو العالي ده اللي خلى الفلسفة بتاعت الفريق كلها هجوميا تختلف حتى المعار محمد شريف كان ليه دول هنا حابب أقف عند حاجة أسامة قبل النهائي مهمة جدا نتكلم فيها لأن البعض بشكك فيها شخصية لعب النادي الأهلي تبتكلم في المباراة خارج الأرض موقف معقد في التصفيات بتلاقي لعب النادي الأهلي هما الأكثر حضوراً الأكثر شخصية الأكثر تركيزاً وده حاجة مهمة جداً بنؤكد تاني إن كل الفضل لكل اللاعبين والجهاز الفني ولكن شخصية النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي ده اللي منتظرينه في النهائي إن شخصية اللاعب الكبير هي اللي بتحسم النهائية أعتقد أفشة تحديداً أنا فارسون عايز عرف عند أفشة تحديداً مستوى الفترة الأخيرة متمايز بشكل كبير جداً شوفنا النهاردة إزاي بيقدر يضغط ويستقلص الكرة وبيصوبها بشكل ممتاز جداً وبيسجل هدف وكمان محمد شريف في أولى مبارياته الدولية طبعاً بيسجل هدف الناس دي بتصنع اللي العيبة كتير جداً ونجوم كتير جداً بيتحدث عنهم في تاريخهم مع المنتخب الوطني وتاريخهم هو هدف في المجراء النهاردة محمد شريف في أول مشاركة بيسجل هدف لكن طبعاً كل جماهير النادي الأهلي حابة تطمن على علي معلول منتخب تونس الحمد لله كان فيه استضام بسيط ولكن قدر يكمل مباراة ولكن المقلق لجماهير النادي الأهلي هو ديانج الحقيقة ديانج كانت إصابته في الديئة 53 لكن هو طلع في الديئة 60 وكان واقف على رجله فيه شوفنا بعض اللقطات كان بيقدر يتحرك بشكل كويس وإن شاء الله خلال الحلقة لو فيه أي أخبار جديدة عن ديانج لكن الأخبار اللي حتى الآن إن شاء الله الأمور مطمئنة جداً وهو أكيد خرج عشان راحت اللاعب لأن الإصابة كانت في الديئة أو الاشتراك كان فيها 53 ولعب بعدها أكتر من قراء فارس فبالتالي جماهير النادي الأهلي طبعاً في ساتة طمن على ديانج خاصة الديانج بيقدم مستوى متميز جداً فترة أخيرة كوة ضاربة دفعية للنادي الأهلي حابين نأكد من بعثة المنتخب موقف أيمن أشرف جاك جداً الموضوع عبارة عن كدمة وبنسبة 99 في المان شاء الله موجود في الفاينال قدام نادي الزمال بإذن الله كل التوفيق للعاب منتخب مصر وطبعاً كل التوفيق تحديداً للعاب النادي الأهلي قدوا مهمة وطنية بشكل قوى جداً وجدية معتدين عليها دايماً من لعاب ونجوم النادي الأهلي طبعاً إن شاء الله الرحلة يعني هتوصل تقريباً صباح الفجر أو الفجر هذا اليوم يعني بقى الساعات قليلة وأعتقد هيبقى فيه حجر صحي لمدة يوم لنجوم المنتخب عشان طبعاً عارفين فيروس كورونا اللي بنتمنى من هنا طبعاً كل الشفاء للباش مهندس عادل القوية وأسرته إن شاء الله ترجع تنورنا يا باش مهندس وتنور شاشة قناة النادي الأهلي وبإذن الله نتطمن على صحتك وكل محبيك من جميل النادي الأهلي يتطمن على صحتك وسحة الأسرة طبعاً بنقول ألف سلامة لطبعاً زميلنا الأستاذ إبراهيم فاية طبعاً كان مر بوعقة صحية والحمد لله بدعوات ناسه وقدر يعود تاني ومنتظرينه يعود للشاشة مرة أخرى بشكل مميز جداً عشان احنا هنا مش بنختلف على الأشخاص ولكن بنختلف مع أراءهم فقط لغير فطبعاً بنقوله ألف سلامة وطبعاً ألف سلامة للكابتن محمد صلاح والكابتن محمد النني وبنتمنى إن شاء الله ربنا يحفظ الشعب المصري كله من وباء كورونا ونتخطى هذه المرحلة بإذن الله نتمنى السلامة للجميع وجائحة كورونا العالم كله بيمر بيها معنا النهاردة فقرة مخصوصة إزاي نقدر رياضياً نتجاوز الفكرة دي وإزاي نكون كاتحاد ومنظومة كرب الكامل قد الاختبار الجاي لأن المعايير الصحية كلها اختلفت وبنشوف إزاي الدول بتاخد احتياطاتها بس عايزة أسألك سؤال يا أحمد قبل ما ندخل في حاجة مهمة جداً تحكمياً احنا بنعرف صفقات النادي الأهلي منين كطراصة ربنا عليه داخل النادي الأهلي من النادي الأهلي بعد ما بيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة ويتم انتهاء الأمور النادي الأهلي بيأعلن عن الصفقة رسمياً من خلال طبعاً إعلام النادي الأهلي دي رسالتنا للجمهور ما في الصحفي بيقول في النادي الأهلي ده جاه ده مجاش الصفقات الافتراضية ما ينفعش الجمهور يتأثر بيها ويطلق أحكام النادي الأهلي شغال بمنظومة متكاملة هتعرف صفقاته من هنا أو من المركز الإعلامي أو من خلال صفحاته الرسمية زي محمد جاوب بكل تلقائية لأنه ضلت ربنا عليه في النادي الأهلي فما نخليش الصحفي يودينا أو يجبنا بأي خطأ باستلما ما سمعناش من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أي صفقة مش من حق أي صحفي يتعامل على أن النادي الأهلي كان بيتعاقد مع لعب أو في إجراءات تفاوضية مع لعب والآهلي تراجع أو اللعب تراجع الموضوع بالنسبة لنا مش سيناريو بيرسمه بعض الصحفيين أو بعض المواقع طبعا منتخب مصر إحنا لسه بنقول أول مباراة يحقق فوز بأكتر من هدف في تحت قيادة الموديل الفن الكابتن حسام البدري لكن الحقيقة يعني كانت مباراة الزهاب تشمل بعض الأخطاء التحكمية نروح طبعا نشوف الأخطاء التحكمية في فقرة فار روم مهم جدا وإحنا داخلين على نهاية أفريقي نلقي الضوء وإحنا بنتكلم من فترة طويلة جدا عن التحكيم الأفريقي تحديدا ومعاناة النادي الأهلي في بعض البطولات وطبعا نهائيات عرض النادي الأهلي لأخطاء تحكمية وإحنا هنا بنقول إحنا مش بنشكك في أي حكم ولكن بنتكلم عن مستوى أو الأداء التحكيمي لحكام المرات لكن كمان يكون مستوى التحكيم كمان يصاب به المنتخب الوطني لا نطلع نشوف الكابتن بقى سامير عصمان عشان نرجع نعقب عشان عندنا تحزيات كتيرة جدا على مباراة نهاية الدورة الأبطال الأفريقية نشوف الكابتن سامير عصمان بيقول إيه تريزيجى وقف الكرة بعد كده هنلاقيه فيه إصطدام ووقع الحكم شايفه كويس جدا بس هنما نيجي نبص على الإعادة هنلاقي تريزيجى اللعيب حاطت إيديه في يوشه الجزء الوحيد اللي فيه جسم الإنسان اللي ما فيهogهوش حماية هو الوش يبقى فيه خطأ فيه عقه بالأيد في وجه التريزيجى بقى فيه راكل الجزاء الحالة التانية بتاع التريزيجى هتلاقي تريزيجى واخد قرر أنه يقع بس سيفعل فيها خطأ هنلاقي فيه خطأ ايه؟ هلاقي فيه خطأ تحت من القدم وفيه خطأ من جسم اللعيب يعني كل عناصر ضربة الجزاء موجودة راكل الجزاء موجودة على توغو الشكل ده لحنا هنشوفه دلوقتي عندما التشيرت دي تطلع ده فيه شد شدة زي دي فيه عاقة يبقى لازم يفيه خطأ على لعيب توغو يبقى فيه راكل الجزاء رقم 3 رمضان صبح عندنا كرة رمضان صبح هيعدي وبعد كده هتلاقي لعيب توغو هيشد دي تشيرت الشدة كاملة لغاية خط التمنتاشر لغاية خط التمنتاشر هنشوف الاعادة الشدة هي بص رجل الشمال بس بس رجل الشمال وما ما زال شادي الخط فيه شدة زهرة من وراء هيبقى دي راكل الجزاء رقم 4 لصالح منتخب مصر المفروض كان يحتسب على فريق توغو يعني اول راكل الجزاء ممكن نعديها طب التانية كمان نعديها ماشي نعديها طب 3 راكلات جزاء نعديهم كمان 4 راكلات جزاء مش ممكن مش ممكن يكون ده مستوى تحكيمي ومش ممكن ان احنا نشوف الكلام ده ونظل صامتين امام اللي بيحصل من الاتحاد الافريكي في تعيين الحكام اللي واضح جدا ان فيه يعني اخطاء تحكيمية فادحة بتحدث وهنا احنا حذرنا مرة واثنين وثلاثة واتكلمت تحديدا عن تسامية الحكم الاسيوبي واخطاء الوضحة بالنسبة لي كابوس اه ده كابوس بالنسبة لي كمان اتفاجئ ان تسامية بقى من ضمن اربع حكام مرشحين وبنسبة كبيرة ان ما كانش هو حكم الساحة هيكون هو حكم الفار اعتقد بن طالب الاتحاد المصري لكرة القدم ده نهاية افريكي وانت المفروض تدافع عن حقوق الفرق المصرية وطبعا ان هي اهل وزمالك فمن المفروض ان انت تتكلم فيه اداء تحكيمي عادل تسامية تحديدا حكم لو اخطاء فادحة تسامية تحديدا ضرب بالقانون عرض الحائط في قرات وفي انهائيات وده طبعا مش هنسمح به وحتى لو تواجد في الفار فهنا الخطورة اكبر يعني انت كحكم ساحة ممكن فيه خطورة لكن حكم الفار يرجعك لكن لما تكون انت بقى حكم الفار وارد جدا انت ضغاض عن اشياء كتير فهنا بنحذر من تسامية ونتمنى الاتحاد المصري يحاول زي ما كل وسائل او المسؤولين عن الرياضة في مصر وطبعا على رأسهم معالي وزير الشباب معالي وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي اللي طبعا قدم مبادرة مهمة جدا كلنا معها وهي مبادرة ضد التعصب او لا للتعصب وكلنا طبعا بنؤيدها واحنا هنا البرنامج ده تحديدا تحديدا سعيد جدا بالمبادرة دي لان انا وجهة نظره اكيد فارس يطفق معايا ان التعصب بينتج عن فكرة استعراض معلومات خطوة او كلام مرسل بدون دليل واحنا هنا بنركز جدا على فكرة ان كلامنا يكون معلومات صحيحة وبسند وبدليل فطبعا بنشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ونتمنى من اتحاد كرة القدم هو اكيد هيكون على قدر المسؤولية ويحذر الاتحاد الافريكا يا فارس من الحكم او اي تحكيم او اسناد اي حكم يكون عنده سوابق مع الانديار المصرية او مع منتخب مصر صح ما انت عجبني حاجة انت قلتها انت بتتكلم عن دور الاتحاد المصر في تعيين الحكم بتاع نهائي بين اهل وزماني ده مهم جدا لان ده كمان بيخلق اجواء تعصبية التحكيم الغير جيد اللي بيكون له ردود فعل بتشعر احد الفريقين بالظلم غير لما انت بتخسر مباراة حس انك عملت كل اللي عليك فيها فده مهم جدا ده من مبادرة نبز التعصب انه كل حد يقوم بدوره الاتحاد المصري يقوم بدوره في رصده لتعينات الحكام عشان كده انا عجبني جدا البيان بتاع الاتحاد اولا لو ساكس مانا الحكم الرواندي اللي كان بيحكم المباراة واحد واربعين سنة حكم مش هتشوفه في اي مباراة كبيرة الاتحاد الافريقي بيعمل حاجة غريبة جدا بينطق المباريات بمعنى ايه في مباريات كانت سهلة جدا في التصفيات ويجي يقولك انا مستحيل اوزح حكام النغبة على عدد كبير او من مباريات تصفيات افريقيا لان العدد اكيد كبير من المباريات زي ما بنقول ولكن في مباريات ياحمد سهلة وفي مباريات موقفها مش معقد لا مباراة مصر وتوجو اكيد كان موقفها معقد لانتيجة حسابات المنتخب المصري وتخيل انت بتستشعر انك انت بتتظلم على ارضك ده اللي خلى الاتحاد المصري ياخد خطوة استباقية وانا فعلا بحيي عليها ان لو ده حصل معايا هنا انا ممكن ايه حصل معايا هناك وعتقد البانده كان ليه دور كبير جدا في ان الاجواء تخرج في المباراة تحكميا في توجو النهاردة بشكل مثالي فده دور الاتحاد المصري ارصد وشارك والانديال والزمالك الزمالك مش متضرر ان يكون فيه افضل حكم والاهلي هكذا فلازم الكل يجمع ان حكم مباراة النهائي في افريقيا يكون حكم عليه شبه اجماع ان ده حكم هو مؤهل انه يدير المباراة دي الاتحاد المصري ابدا ما خوفه في بيان قال ان كان فيه ركلتين جزاء لم يحتسب للمنتخب المصري وانه هو رصد هذا الظلم التحكيمي وبيقول ان في مباراة العودة عنده تخوف البيان ده كان ليه صدى مهم جدا ان حكم مباراة النهاردة كان منضبط الى حد كبير وده اللي بنقوله لما بتقوم بدورك بشكل كويس اعتقد بيكون ده ليه مردود ونتمنى في الفترة الجاية يكون التحكيم بشكل مختلف حاجة مهمة جدا دلوقتي جات لنا زي ما احمد قال حنتبقك والحلقة شغالة ديانج نزل تويتا انه هو جاهز لمباراة النهائي وانه هو سليم زي ما قلنا لاعب من اهم اللاعبين داخل القرى ان ما كانش الافضل في المركز ده حاليا من وجه نظري طب نهلا بس ان شاء الله خيش ان شاء الله طبعا دي كانت فقرتنا اللي احنا وعدناكم البداية ان احنا نرصد كل الاخطاء التحكمية ولكن عندنا بما اننا بقى بنتكلم عن فيروس كورونا طبعا عندنا بروتوكولات حصلت كتير جدا من اتحادات قرية والاتحادات كمان اقليمية ولكن هنروح نشوف بعين تانية طبعا ازمة شهيرة جدا حصلت بين الرجاء والزمالك في الدورنس في النهائي وكان كمان في الكنفدرالية موضوع فيروس كورونا مباريات تتأجل لا مباريات دي هتتلاعب طبعا اثارت جدل كبير جدا داخل الكاف وداخل الاتحاد الافريقي فبالتالي كان لازم من اجراءات تحفظ حقوق الاندية والمنتخبات في المسابقات القادمة من موسم 2021 وبالفعل الكاف اشتغل على اربع محاور رئيسية اربع محاور رئيسية كان اهمها هو فكرة القوائم وعدد اللاعبين طبعا فيه مسابقات بتقدم فيها الاندية قوائم زي مسابق الدوري اطال افريقيا والكمبيوترالية وفيه تصفيات وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كان بالنسبة للمحور الاول وهو محور عدد اللاعبين كان فيه زيادة عدد اللاعبين في القوائم بعشر لعبين بمعدل عشر لعبين يعني بدل ما انت بتقدم القايمة بتاعتك 30 لعب هتقدم قايمتك 40 لعب ده تحسبا لأي اصابات في فيروس كورونا الاهم كمان ان لو انت بقى بتلعب في التصفيات زي منتخب مصر او اي منتخب امم افريقية او كأس العالم انت خلاص بتسافر بعدد غير محدود وبتعمل البي سي ار وبعد كده لما بتطلع النتائج سلبية يبدأ يشارك في المباراة طيب انا بما اني كالتحاد افريقي وصلت لك قايمة الاندية لأربعين لعب طيب يبقى انت هنا مطالب ان انت تكون جاهز باحداشر لعب اساسي منهم حارس مرمى واحد خلاص الامر منتهي واربع لعبين بودلاء فانت هنا لازم تلعب المباراة لان خلاص انا ادت لك قايمة اربعين لعب فبالتالي انا مش عايز منك اكتر من خمستاشر لعب لكن النقطة اللي حابين نوضحها وبرضو يحصل تنسيق بين الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري ويخاطب بها الكاف هي فكرة الانتقالات الشتوية الانتقالات الشتوية لسه عايزين بشكل رسمي الكاف هيقفل الانتقالات الشتوية امتى لان احنا الانتقالات الشتوية كالتحاد مصري من خمستاشر اتنين الكاف هيقفل فقط فترة القيد التانية واحد وتلاتين يناير فانتمنى يكون يحصل تنسيق لان بالشكل ده يا فارس لو انت جيت عملت انتقالات الشتوية مش هتستفيد بهم في القايمة الافريقية لان هيكون خلاص القيمة الافريقية او الكاف افل فترة القيد بتاعها بزبط احمد هي منظومة من الكرارات المتتابعة يعني لازم احنا نبص عشان كده احنا هدفنا في الفقرة دي احنا بنفتح مجال لنقطة جديدة خالص انت بتشوف الكاف بيدي استثناءات مدى قدرة الفرق على استغلالها هتفرق في حزوزك في البطولة القادمة هتجي تلاقي فرق هيأت نفسها وقادر يدخل بقيمة اربعين لاعب وانت قيمتك محدودة لان الاتحاد الاهلي عندك ما خدش نفس الخطوات على نفس النصق كمان حابين نقولكم امتى الفرق بالنظام الجديد تعتبر نتيجة جياحة كورونا او عدم قدرتها على المشاركة بالشكل الامثل تعتبر خاسرة بعض النقاط تم توضيحها برضو زي في حالة عدم قدرت اي فريق انه هو يشارك ب11 لاعب منهم حارس مرمى زائد اربع بودلاء اللي هم الخمستاشر لو انت مقدرتش بعد ما الاتحاد الافريقي ووفر لك ان انت تقدر تستحب 40 لاعب تبقى خاسر لو مقدرتش توفر لحد الادنى اللي هو 15 لاعب في حالة عدم قدرة اي فريق على السفر الى البلد المضيف لاي سبب يعتبر الفريق قاسرا اتنين ستر برضو في نفس الوقت لو انت مقدرتش تروح تلعب المباراة وهنا ده درس في ازمة الرجاء بالزبط احنا احيانا بنيجي نلاقي الخطاب الحكومي من دولة ما انه هو بيقول انا مش هقدر نتيجة البروتوكول بتاعي ان اللاعب يغادر البلد هنا اعتقد الاتحاد الافريقي بيزيل اللابس ده لان ما كانش فيه قاعدة منظمة في البطولة السابقة لا لو انت مش قادر تسافر تلعب نتيجة ظروف داخلية هتعتبر خاسر ده الاطار اللي كان واضح كمان اذا لم يستطع الفريق المضيف تنظيم مباراة وعدم تفويت حكومة لاستقبال فريق اخر يعتبر خاسر لو انت المباراة على ملعبك ومش قادر تحصل على الجواب اللي يخليك ونظم المباراة ده اعتقد برضو ليه علاقة بالتأجيلات اللي كانت حصلت من عندنا برضو انت حتتحمل نتيجة المباراة الكاف كويس جدا انه هو بيشتغل ويخرج بالاطار الصعبات اللي مرت ويبدأ يحط اجندة عشان يعبر بها وما يتعرضش النفس المواقف وانا بحب ان فكرة وما عندك مشاكل تحاول تعالجها وده اللي احنا اصلا بنعرضه عشان هنوصل لحاجة تانية خالص اللي اتحاد مصري يكون طبعا المحور التالت كان محور التبديلات وخلاص التبديلات حسب كلهم سابع وهو قال ان الجولة التالتة والربعة هتتلاعب بخمس تغييرات على ثلاث مؤمرات زي ما حدثكم شايفين عدل بودلاء دون تغيير والسماح بخمس تبديلات في الجولة التالتة والربعة عندك فارس المحور البعض حضور الجمهور في حالة وجود موافقة امنية على حضور الجماهير بنتكلم ان الحضور نتيجة جائحة كورونا ما يزدش عن خمسين في المئة هو عمتا قالك ما فيش حضور جماهير لكن لو في الدولة الماضية فهتقدر تحديد جماهير يبقى خمسين في المئة من ساعة الملعب ده طبعا كان في الكافة عندنا طبعا اتحادات اخرى زي الاتحاد السعودي والاتحاد السعودي ايضا حصلت عنده ازمة شهيرة وطبعا حصل لفريق الهلال ازمة شهيرة فخد بعض الاجراءات وحط قواعد او اقوبات صارمة جدا زي ما حراركم هتشوفوه على الشاشة ده طبعا بتعاقب اللعب اللي مش هيبلغ اللجنة خلال ثمان ساعات بعشر تلاف وهتعاقب النادي كمان اللي هيكون فيه لعبين صفره او غدر الصعودية ورجعه من غير ما يحصل اعلام عشر تلاف وكل النادي هيتحمل مسؤولية اجراءات الحجر الصحي للعبي كمان فيه غرامة تصل لخمسين الف ريال واعتبر اللعب اللي يشارك في المباراة ومنهاش مدة الحجر حسب المدة لا يتحدى غرفة حكم غير مؤهل قنان وهيتوقف اللاعب مقراطين رسميتين اجراءات فارس من الاتحاد الصعودي ووقبات كتيرة جدا طبعا هنستعرضها عشان نوصل ان لازم يحصل تغيير الاتحاد مصر كمان كان فيه مزيد من القرارات الحازمة من الاتحاد الصعودي اللي بنتمنى ان احنا نسير على نساقها قال ان كل نادي بيفرد في اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة ويتسبب نتيجة الاهمال في تفشي الوباء يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال ويعاقب كل نادي فرد في الاجراءات الصحية وكان سببا في تفشي الوباء بين عضاء بقى فريق اخر غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال وحس الجميع على الالتزام بالتعليمات وهنا هو حط كمان مسئولية على كل الفرق ان الاهمال انت بتدفع تمنه الموضوع مش مجرد ان فيه مجموعة من الضابط التزمت او ما التزمتش مطروك لللاعبين او للاجهزة الحالية لا ده مش كده وبس ده كمان الموضوع لو فيه لعب ثبت ان هو مصاب بورس كورونا وشارك في المباراة بيتم حجر 21 يوم وكمان عقوبة اربع مباريات رسمية طب لو هو ما كانش مشارك في المباراة هيتم حجره 14 يوم وعقوبة 100 ألف جنيه على النادي وطبعا اقاف مبارتين يعني كلها اجراءات بتتاخد عشان يكون فيه حظر ويكون النادي مهتم بلعابي ويكون الدوري السعودي متمر بشكل دون التعارض بقى لأزمات كورونا وما شابها يكون كل نادي وأخذ جميع احتياطات وفارس وده اللي احنا بنقوله ان طالما الاتحادات شغالة الالكاف شغال الاتحاد السعودي شغال كمان احنا محتاجين الاتحاد المصري يكون شغال خاصة وIEحنا عندنا بعض المواقف اللي طبعا حصل عليها كل وقال زي العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي بتخلينا نبص لبند مهم جدا في لوائح الخاصة بلجنة الانضباط لو استعرضنا لاحة لجنة الانضباط المادة 25 والمادة 26 المادة 25 بتقول ان اللوايح بتاعة الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي والقواعد المنظمة اللي هي القواعد والمبادئ الحاكمة دي جزء من لجنة الانضباط وقواعدها داخل مصر كمان العقوبات الاخرى الواردة في قوانين ولوايح الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي ايضا هي منصوص عليها داخل لجنة الانضباط ودي اشارة مهمة ان احنا محتاجين في بعض الحيثيات بما ان احنا بنتكلم في لوائح منظمة داخل لجنة الانضباط يكون عندنا شكل او فورمات بسيط جدا زي ما الاتحاد الدولي ماشي والاتحاد الافريقي ماشي والاتحادات الاهلية ماشي يا اسامة زي ما هو الاتحاد المصري اصلا الاتحاد المصري بيقول ان لو فيه اي اختلاف هنرجع للكاف والفيفا طب بدل ما نرجع للكاف والفيفا ناخد الموضوع ونعمله بشكل شبه تمصير ويبقى معروف اي عقوبة او اي خطأ عقوبته ايه ويطلع بقى الكلام ده بحيثيات واضحة للجميع ويتم الرد على الجميع وتتبعت المواد دي لكل الاندية يعني ما ينفعش ان كنا نسأل هي ليه وصلتش النادي الاهلي لا ده وصلت لا ما وصلت لا اصلاحنا عرضنا على موقع الاتحاد لا ياريت طبعا بنشكر ليكم كل الانجازات اللي بتحاولوا تعملها طبعا على قصاء الفار ولكن لما يكون في بعض الاخطاء وبعض التخبط في بعض القرارات خاصة ما يتعلق باللجنة الاندباط لازم تكون الامور واضحة عشان اي خطأ يكون يلزم عقوبة وكمان جايبين نموذج من الاتحاد الاماراتي عشان نوضح لكم الامور عندهم بسيطة وسهلة ازاي ومش عيب ان احنا نشوف الاتحادات الاخرى بتشتغل ازاي ونشتغل زيها لو عرضنا صورة الاتحاد الاماراتي او النموذج اللي عاملوا الاتحاد الاماراتي في لجنة الاندباط وازاي بيتاخد العقوبة اولا بيكون متحدد اسماء اعضاء اللجنة واسم الموجه اليهم قرار اللجنة او اطراف النزاع وبتعرض ملخص الموضوع الازمة ايه وحاسيات القرار تشمل الرد على كافة الطلبات المقدمة اي نادي اي لعب هيقدم من خلالنا دي طلب معين يكون عندك الحاسيات دي ردك بترد عليه وانت طبعا التسبب القانوني للقرار والنصوص القانونية التي استند اليها القرار يعني لازم يكون العقوبة في خطأ بترجع له وطبعا نص القرار وتوقيع رئيس اللجنة ونائبه كل دي حاجات بنوضح ان احنا ناخد بالنا لان كان فيه عقوبات بتقول لنهاية الموسم وما فيش في الكاف او في الفيفا عقوبة لنهاية الموسم لازم تكون محددة ايه اما عدد مبوريات لا اما زمن او مدة زمنية فطبعا حصل جدال كبير احنا مش عاوزين ندخل فيها فارس الموسم الجاي اكيد يا اسامة حبينا ناخدكم في جولة مختلفة حبينا نقول لكم انها شغالة ازاي حبينا كمان ننظرنا هنا يا اسامة ان احنا نوضح ان فيه شكل مختلف ومنظم لازم نمشي عليه ولازم نقول لاتحاد الكرة لازم تبدأ بسرعة فيه بس كمان بما اننا بعين تانية وبما اننا حابين نتكلم في حاجة مختلفة احنا تجربة شبابية تجربة مختلفة اعلاميا تكاد تكون مفيش تجربة ممثلة لها ان ناس خرجت من الجمهور بتقدم برنامج فحابين جمان نتكلم في نقطة ان اللي بيخلق التعصب وهنا احنا بنقول لكم كمشجعين سدهوني عمره ما كان رد الفعل وعمره ما كان الجمهور ولكن في الاساس بعض التصريحات اللي بتخرج ممكن كمان ما تطلش الاندية بشكل مباشر ولكن ما بتكونش مبنية على اي معطيات ولكن مبنية على بعض المهاطرات الاعلامية نشوفها ونقول لكم الخلل فين نسمع كابتر رضا عبد العال لما حبي يتناول اعلاميا قصة الشارع في المنتخب تناولها ازاي نطلع نشوف ونرجع نقطة لانا قلته ان بقى فيه كده طبق من فضة تحطي فيه الشارع واللعيبة تروح تقدمه انصراح ده قال لي حاجة يعني يعني ايه المشكلة ده قال لي حاجة يعني وبعدين الراجل ده راجل مؤسر في فريقه ومؤسر في منتخب مصر يا عم حمله هو المسئولية خليه هو اللي يبقى فيه الشارع بس خليه بقى حمله المسئولية بس انت عجدوا ده ايه من غير ما يبقى كابتر عمال تقول صلاح 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 طبق ده دوله كابتر عشان نقوم صلاح على حق بالزبط انا حمله المسئولية وهو بقى ده ممكن يسرف من جيه طيب بس هو بينقلك في اماكن تانية لا هيوقف بقى من العيبة يعني انا بقول مثل لبعض اللي عيبة مش لكلهم ان صلاح يا عم اللي عاكمه يروح لا لا مطلوب برضو ربنا محد مؤثر اسكت اسكت لاجل النبي احمد زيز ده احمد هو صلاح اللي ربنا يعني اديله فاحنا يعني كلعيبة مفروض يبقى عندها دم اده الاتشارة لمحمد صلاح لان محدش بيتحاسف في الهزيمة جير محمد صلاح في التعاضل للمحمد صلاح طب لو في لعيبة مش عجبة كلامك يروحه بتاريخهم بانجلزاتهم مين تاريخه مين قل لي قطل واحد تاريخهم برو رحه بس اهده بس اهده قطل واحد بتاريخه بقى زي صلاح ايه ما في عندك النني وعندك حجازي وعندك عبدالله السعيد ما لهمش تاريخ يعني ايه يا كابتر رضا لهم تاريخ بس بالحب احنا عايزنا بالحب مش بالخناء انا بالعافل ايه انا عندي اخوضة بالحب لا لا بالحب عندنا محتاجين كل كلامنا في جزئين جزء يخص المنتخب وجزء يخص النادي الاهلي وحق من حقه كابتر رضا عبدالعالب يناقش ازمة الشارة او بلاش نصنفه علمان كازمة قصة الشارة داخل المنتخب كابتر محمد صلاح اصلا ملعبش في المطشين يعني انت متخيل اللعيبة اللي بتقول لازم يده الشارة بغض نظر ان يبقى ليهم رأي لعيبة غير مؤسرين ملهمش الازمة محدش ليه تاريخ ده فريق بيوصف قبل مباراتين همين جدا في مصير منتخب مصر بيتم تناول موضوع الشارة اعلاميا بدل ما انا اجمع الفريق واتكلم في ان المفروض الفريق يبقى في اللحظة دي واحدة واحدة بتكلم في ان اللعيبة باستثناء صلاح تقريبا ما لهاش لازمة هل ده تصريح اعلاميا ينفع يتقال الاهم بقى جزء يخص حق النادي الاهلي لا يا كابتن ما ينفعش لاعب بيرتدي تي شرت النادي الاهلي يتقال انه ملوش تاريخ او ملوش لازمة او مش مؤثر شوفنا النهاردة تأثير اللعيب الاهلي ومش الاهلي بس ده حق اللعيب الزمالك وحق اللعيب المحترفين النهاردة تريس جيبيت بعت له طيارة خاصة من استن فيلا ترجعه انجلترا فما ينفعش انا اكون بتكلم عن لعيب منتخب مصر ولعيب نادي الاهلي كمان اللي يخصونا بشكل ده غير مقبول وشكل مهين وده مش طرح اعلامي وده مش رأي والموضوع مع كابتن رضا عبد العيل بوخ وتجاوز فكرة ان ان انت تتعلق لا الموضوع بأظاهرة عالمية احنا بنرصدها وبنقدمها لكل المسؤولين بص انا عايزه الحقيق هو لو الكابتن رضا عبد العيل كان توقف عند فكرة ان انا من رأيي كرضا عبد العيل انشارة الكابتنة يستحقها محمد صلاح ووقفنا عند كده حقه تماما وجهة نظره ورأيه لكن فكرة ان انا عشان ادي صلاح اتعرض للاخرين هي دي الازمة او هي دي المشكلة والحقيقة يعني حابين نطلع بنموذج كويس حتى من الاتحاد الكرة المصري طبعا صلاح نجم عالمي نجم كبير ميجا ستار ولكن احنا مش عايزين نتحول فجأة لمنتخب ارجنتين بدون انجازات بدون تحقيق بصولات صلاح في 2018 او في 2017 قدر يقود المنتخب بالفعل يصعد لكأس العالم ولكن عندنا تحديات كتيرة وعندنا انجازات كتير مش هتتحقق الا اذا كل لاعب اتحط في حجم باحترامه وبتقديره طبعا صلاح نجم كبير لكن عندنا نجوم منتخب كتير وعندنا نجوم لازم تشعر ان هي كمان مؤثرة ودورها مؤثر ده على مستوى المسؤولين واعتقد فكرة ازمة شارط الكابتن يعني ما كانش المفروض تحصل الازمة دي لولا الكابتن حسام البدري وحديثه طبعا مع بعض اللاعبين القدامة الموضوع يعني لا داخل فيه صلاح ولا داخل فيه بعض اللاعبين وبعدين شارط الكابتن فيه معروفة في المنتخب المصري بالاقدمية فكان الاهم لينا ان المنتخب كله كل لاعب يحس بقدره ويحس بشأنه لان منتخب السويد مثلا نفارس صعد كاس عالم بعد استبعاد ابراه فاحنا عاوزين كل لاعب في المنتخب يحس ان هو له دور مؤثر عشان نقدر نكمل بازن الله ونحق البطولة افريكاة الغايبة عنها انا بحترم احمد النقد الرياضي محمد سيف كان ليه رأيي في الموضوع الشارع ازاي تناوله بشكل واضح وموضوعي عايز اقول حاجة مهمة انت لمست في ميسي فربنا معاك بقى نطلع لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا في الاهلي خطع اهلا بحضراتكم من جديد طبعا الفقرة المحببة فقرة ريمونتاد اهلا بكم طبعا منصب مدير القرى في النادي الاهلي البعض حاول يقلل من شأنه والحقيقة منصب مدير القرى في النادي الاهلي هو منصب من اهم المناصب التاريخية في تاريخ النادي الاهلي يكفي ان انا اقول لك ان الكابتن صالح سليم كان مدير القرى في وقت ميوقات وهو طبعا اللي صنع فريق التلامزة واعتقد اثاره وبطولاته لاتحقق في التمينات ثم وصل لمنصب كرسي رئيس النادي الاهلي كابتن حسن حمدي وطبعا ازمته الشهيرة ودروسه واللوايح اللي حطاه وطبعا مديرين قرى كتير جدا جدا حتى الان بيتعلمه من الكابتن حسن حمدي بالاضافة للعظيم الكابتن سابت البطل حتى لو رجعنا للتاريخ زي طبعا الكابتن علي زيور اللي في 66 ازاعة البي بي سي استضافته عشان يعلق على مراد كأس العالم فطبعا لما ييجي بعض الناس تحاول تقلل من منصب مدير الكرة وطبعا من الكابتن ساد عبد الحفيظ اللي بيشغل المنصب الآن فكان لازم يكون لنا فارس التعقيب ولازم يكون لنا رد لان ده منصب زي ما قلت كده تاريخي في النادي الاهلي والله يعني يا احمد انت اتكلمت في نقطة النادي الاهلي مر عليه في منصب مدير الكرة يعني شبه مدرسة خرجت اساطير يعني هو المطبخ الاعداد الاداري للناس اللي تركوا بصمة في النادي الاهلي خرجوا من الحتة دي مروا من منصب مدير الكرة فاحنا بنتكلم عن منصب شديد الخصوصية في النادي الاهلي وكمان شخص في المنصب ده اعتقد هو كلاعب وكتاريخ نقدر هو يتكلم عن انجازاته وتاريخه وانجازاته تتكلم عنه الكابتن ساد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي محقق 15 بطولة كمدير للكرة في النادي الاهلي وان شاء الله بإذنك يا رب يوم 27 نوفمبر تكون البطولة 17 مش بس يعني بطولات اتنين دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي سبعة دوري محلي واحد كاس مصر تلاتة سوبر مصري يعني بطولات من مختلف البطولات يفارس سواء محلية او قرية كمدير للكرة كمدير للكرة تم اختياره طبعا لتاريخه كلاعب كرة قدم في النادي الاهلي وطبعا مش بس بيكفيك ان انت تكون لعب كرة قدم في النادي الاهلي عشان تتولى المنصب ده اكيد لازم يكون عندك شخصية وعندك سمات شخصية تؤهلك لتولي منصب قعد على الكرسي ده ناس عظام جدا اكيد يا احمد وكمان لما انت تتكلم عن كابتن ساد عبد الحفيظ لازم كل واحد يعرف قدره ويعرف حجمه ويعرف هو وصل للمنصب اللي موجود فيه ازاي كابتن سايد كمان وهو كلاعب اعتقد كان مختلف كابتن سايد كلاعب اربعتاشر بطولة كاس سوبر افريقي ستة دوري مصري اتنين سوبر مصري اتنين دوري ابطال افريقيا اتنين كاس مصر واحد نخبة عربية وكابتن سايد في رأيه الشخصي هو لم يحقق كلاعب اللي يتوازى مع حجم موهبته فيجو الكرة المصرية لاعب بالنسبة لي كابتن سايد عبد الحفيظ من افضل اللاعبين اللي مرة وانا شفتهم في المركز ده كابتن سايد عبد الحفيظ بدايته موسم ستة وتسعين خد احسن ناشئ في مصر الموسم اللي بعده افضل لاعب في مصر مش افضل ناشئ افضل لاعب في مصر كابتن سايد عبد الحفيظ لو لا الاصابات اعتقد كمان كان حقق تاريخ اكبر رقميا لانه هو كمان بطل الاعتزال مبكر هو الاعتزال في بداية الفترة الزهبية للنادي الاهلي مرورا بقى 2006 وانت طالع كان موجود في 2005 ولكن 2006 وانت طالع الفترة دي كابتن سايد مبطل 29 سنة كان تضيف له حوالي 15 مطولة كان حيقدر يحقق ارقام اعتقد كان صعب يكون فيه لاعب اخر كان حيبق بحققها كابتن سايد عبد الحفيظ بيشغل منصب مهم في النادي الاهلي بيمثل النادي الاهلي قيمته من قيمة النادي الاهلي واي حد في النادي الاهلي من اول رئيس النادي لحد اصغر عامل في النادي الاهلي طالما بيقترن اسمه بالنادي الاهلي لما حد يتكلم عليه لازم يتكلم عليه بالقدر اللائق ويحفظ حقوقه ويعرف قدره مقارنة بيه كويس او تأكيد يا فارس خاصة لما يكون الكابتن سايد عبد الحفيظ موسام في 29 بطولة من بطولات النادي الاهلي مزيد من البطولات يا كابتن سايد ومزيد من البطولات لكل اللاعب النادي الاهلي وطبعا منتظرين البطولة الغالية علينا كلنا وغالية على جماهير النادي الاهلي وزي ما طبعا ما سمحتناش بالتعرض لمنصب مدير الكرة ولا لكابتن سيد عبد الحفيز ايضا كان عادة بقى الفترة الاخيرة وبقى سنة او سنتين كل ما النادي الاهلي يتعاقد مع لعب على طول بتبدأ سهام الانتقادات للعب ده ومحاولة يعني احباط اللعب معنويا فطبعا دورنا في قناة النادي الاهلي اننا نوضحه لازم اننا نقف جنب لعبي النادي الاهلي وتحديدا الصفقات الجديدة عشان بإذن الله ربنا يسهل ويكتب لها النجاح معنا وتقدر تشارك في تحقيق انجاز شخصي لها وتحقيق او المساهمة في انجازات النادي الاهلي وطبعا اللاعب هو بدر بنون اللي تعرض لبعض الانتقادات وكانت انتقادات صعبة جدا فحبين طبعا نشوف برضو من الكابتن رضا عبد العال نشوف قال ايه ونرجع نعقب اقول لك على حاجة بس عشان ناس بس هتزعل مني يعني بدر بنون اللي جايبينه ده النادي الاهلي واحمد بيكهم احمد رمضان بيكهم لسه بيكهم مخلص رسمي اكسب جلالت لا احمد رمضان بيكهم قدمية زي بدر بنون واي حد في العدة دي بس خلي بالك بدر بنون ده لعب خبرة سيبك من القانطة دي بس احنا شفناه لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف هو طويل وسطي العلفادي انا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعبة هنا ولعبة كويسة وفهماك وعرفاك وعرف طبيعة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واروح اجيب واحد قليل عشان ان انا جاي بلعب محترف ما انا بقولك هي دي مش كلة السفقة انت بتجيب للشو ولا للي انت محتاجه بطريقة الراجل اللي اسمه مسوماني اللي هو بيلعب من وراء ويبدأ الهجمة من الشناوي دلوقتي اي مع واحد زي بكهم هيركب النادي الاهلي على اي فرقة في مصر وبرا مصر ده هو جاي ببادر بنون عشان دي يا عم ما بيعرفش ياله عم عشان بيستلم من تحت يا عم ده عم تزعمة بيدير فيها الرأس جاي اتمنى من الكابتن رضا عبد العال فكرة الانتقادات ما تكونش لازع بالشكل ده ومحاولة التقليل من لعب بالشكل ده كابتن رضا انت كنت لعيب وسط ملعب مهم جدا لعيب فنان استروه منك خلاص بانفراد وشوفنا تعلقك مع النادي الاهلي فالمفروض لو انت بالفعل شفت بدر بنون كنت هتسني على صفقات او تعاقد النادي الاهلي مع بدر بنون الهام يا كابتن رضا النادي الاهلي مش بيعمل صفقة ابدا عشان شوف النادي الاهلي في احتياج للاعب وكل المتابعين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عارفة كويس جدا ان احنا محتاجين ندعم مركز قلب الدفاع وطبعا يعني مركز قلب الدفاع في مصر ما فيهوش لعابين كثيرين فالنادي الاهلي يقدر يتعاقد معه الاهم كمان ان فريق زي ليفربول عنده نجوم وعنده خط امامي كاسح ولكن كان وجود فندايك مهم جدا لتدعيم صفوف ليفربول لان فارس حتى في وجود مسيماني ومع لمسة بدر بنون اللي اتكلم عنها الكابتن هاني رامز هو اعتقد هو يعني رأي يكون اكثر اتقانا لان هو لعب في المركز ده ويقدر يقيم اللاعب ده بشكل كبير جدا اعتقد ان اصلا طريقة لعب بدر بنون مناسبة جدا لطريقة لعب مسيماني بدر بنون في رأي السبب الاساسي لوصول الرجاء لنصف النهائي بدر بنون من افضل المدافعين داخل القرى رقميا توفيقه مع النادي الاهلي من عدمه احنا اكيد بنتمنى توفيق ولكن في النهاية فيه حاجة اسمها اطر الرأي الفني احنا بنتفرج على جميع استوديوهات في مختلف البطولات سواء استوديوهات مصرية او غير مصرية الرأي الفني معروف بقول دعيوبه ده انما ده شبه كزا ده ما بيعرفش يتحرك ما بيعرفش يقف ده مش لعب كرة ده اللي برضو بنقول عليه ازاي ده حيتقال على لعب في النادي الاهلي وما رضش وازاي اساسا كابتر رضا عبدالاعي تعرض لتجربة قبل كده تم اقافه فيها فترة وبرضو كأننا احنا ما بنتعلمش من الدروس اعتقد الاكواد الاعلامية الصادرة في الفترة الاخيرة من ضمنها فكرة الاساءة ده بيدخل تحت بند الاساءة مش تقييم الفني حضرك قولت زي ما انت عايز رأيك الفني ولكن حتى تشبيه وانت شفت تشبيه ده خارج كرة القدم انا مش عايز اتعرض للتشبيه اه فيه سخرية وتشبيه صعب ومش مفهوم ان هو بيخرج على شاشة ضد لعب كرة القدم ولكن هو اصلا بالاساس التقييم الفني اللي اتكلم فيه كابتر رضا عبدالعال هو شاف بدر بنون نطلع ونشوف كابتر رضا عبدالعال نفسه قال ايه فيما يخص نادي الرجاء اللي بلعب فيه بدر بنون نشوف الفيديو طيب ناخد توقعاتك بقى كابتر رضا عشان خلاص لا لا مفيش توقعات الحلقة جاية يقولك التوقعات ليه لاني ما شفتش للرجاء ولا الوداة احنا بنتكلم على لعبتنا احنا الهال والزمالك ما شفناش مين اللي فاي مين الاحسن لعيب عندهم مين الجابهة اللي شغالة حراس المرمى اخبارهم ايه كل الكلام ده نعم احنا بنتكلم على لعبتنا احنا لعبت الهال والزمالك عشان دول كتاب مفتوح بالنسبة لنا هو ما شافش الرجاء اصلا اللي بيلعب فيه بدر بنون واعتقد صعب جدا يكون كابتر رضا عبدالعال متابع الدوري المغربي لان هو مش فاضل ده فاضل الترندات والكلام ده لما مش فاضل متابعة الدوري المغربي فاعتقد حتى الرأي فني كان برضو نوع من انواع الفرقعة الاعلامية وعايز اقولك حاجة لان احنا بنربط باللي بنقدمه هنا قبل كده لو تفتكر فاقرة الشناوي انا لسا فاكر والله واحنا على الهواء جبنا محمد الشناوي كابتر رضا عبدالعال كان رأيه ايه فيه في لحظة مهمة جدا كان لعب محتاج السقة وتكلمنا سامنا وانت في ان الرأي دي لو كابتر محمد الشناوي تأثر به ما كان ابدا ان هو يكون الحارس اللي هو عليم نهارده فنتمنى ان يكون نفس الرأي بنفس الشكل بنفس المعتادات الغالب لا اول حقيق يعني مش كابتر رضا بس لتكلم او يعني حكم على بدر بنون على صفقة بدر بنون فيه ناس برضو اتكلمت وحتى كانت في استوديوهات عربية برضو مصريين بيتكلموا في استوديوهات عربية عن القصة بدر بنون نتمنى التوفيق لبدر بنون بدر بنون صفقة مع احتمالات نجاح اعلى كتير كمان الحمد لله من احتمالات فاشالله طبعا ياخد على الاجواء وهو مهم جدا فيه انه شخصية لما يكون خط الظهر عندك فيه علي معلول وبدر بنون اعتقد ده دور مهم جدا ووراهم الشناوي ان شاء الله اعتقد يكون فريق النادي الاهلي يعني سد صغرى كبيرة جدا جدا عنده طبعا كامل احترامنا لكل قلب الدفاع او خط ظهر النادي الاهلي بالكامل ياسر ابراهيم رامي ربيع ايمن اشرف وكل اللاعبين طبعا نروح بقى للمباراة انهائية مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله نتمنىها مباراة لن تخلو من الحماس ولا العصبية يعني يكون فيه حماس موجود لكن تخلو من العصبية ونتمنى يكون نموذج او روح رياضية لان المباراة دي طبعا هتتنقل على قدمات فضائية كتير جدا وتقريبا العالم كله يشوفها لان دي البطولة الاقوى في افريقيا فنتمنى من لعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك انهم يوصلوا رسالة عن القرى المصرية رسالة نموذجية انا عجبني جدا في معسكر المنتخب اللقطات اللي بتجمع محمد الشناوي ومصطفى محمد اللقطات جميلة جدا نتمنى تكرارها من كل لعبين نتمنى تكون المباراة في اطار من الحماس ولكن من الروح الرضية لكن طبعا من حق كل ناقب سواء ينتمي لنادي الاهلي او ينتمي لنادي الزمالك انه يعقب او يتوقع المباراة وطبعا احنا هنا بنقول ان المباراة صعبة جدا 50% نادي اهلي 50% نادي زمالك هتعتمد على امور كثيرة جدا من ضمنها عامل التوفيق وان اللاعب يكون في مستوى في اليوم ده وطبعا نتمنى التوفيق يكون حليف النادي الاه لكن البعض بدأ يعقد المقارنات او يستدل على بعض النتائج ويهمش دور الدوري العام في فرز قوة النادي الاهلي وهو بطل الدوري نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نعقل 100 مباراة ابو جابل كان ياقص فيها وكل الناس كانت تديره عشرة من عشرة في جميع المباراة اللي لعبها ابو جابل لما لعب مع الزمالك والشناوي مع الاهلي ابو جابل اللي تفوق هو انت بس بدل جرمات في ضربات الجزاء كان ابو جابل افضل يعني فيه ايه يا جماعة ده لا يقلل من محمد الشناوي على فكرة ما بقللش من محمد الشناوي حارس مرمى كبير وطوائس جدا وقت نظر تحترم محمد الشناوي كلين شيت محمد شناوي كلين شيت 25 كلين شيت في الدوري افضل حارس في الدوري دوري انت بقول على الدوري هو دوري يعني ايه مع الدوري مش هو ليه الفريق اللي بيكسر الدوري بيكي يطلع في اي مطش تقالي يخسر زي ايه صوبر خسر الكاس بيخسر هو ايه الصوبر اللي خسلتو بدربات الجزائية يا صوبر ايه يا مصر يعني انت الدوري مش مقياس بالنسبة لك لا مش يعني الدوري هو مش هو المقياس الوحيد لا هو الدوري هو المقياس الوحيد لتقييم مستوى الفرق في العالم والفريق بطل الدوري هو العالم في كل دوريات العالم طب ديقة واحدة بس احنا مش منتكلم عن دوري دلوقتي عشان عشان اعتقد بنطفق تماما ان الدوري معيار مهم جدا في كل فعلا دول العالم عن مدى قوة الفريق لكن هو الاستاذ عمر اتكلم عن فكرة انا مش بقالل من شناوي اتكلم عن ابو جبل وشوف ابو جبل المباريات اللي لعبها اداءه فيها ايه طب انت قيمت ابو جبل على اي مباريات مباريات افريقيا فقط لغير ولا كمان دخلت مباريات الدوري وطبعا احنا هنا مش بنقلم لابو جبل ولا كمان بنتكلم عن فريق الزمالك الا بكل تقدير واحترام وقلنا دلوقتي ان المباريات خمسين خمسين لكن انت اتكلمت عن تقييمك لابو جبل من خلال مباريات الدوري النقطة المهمة جدا ان بيتردد كتير في الاعلام فكرة الزمالك اخر ثلاث مواجهات فاز على النادي الاهلي طيب والله ما حصل في تاريخ لقاءات القمة ان الزمالك في التاريخ كله فاز ثلاث مباريات متتالية على النادي الاهلي وانا بطالب اي ناقد يراجع تاريخ مباريات القمة الرسمية سواء دوري او كاس او اي بطولة مفيش ثلاث مباريات متتالية فاز بيهم نادي الزمالك على النادي الاهلي وان كان ده حصل للنادي الاهلي ثلاث مباريات واربع مباريات وسلسلة خمس مباريات لكن نروح لفكرة الدور العام طب عايز تقييم مناسب تقيم عليه أبو جبل تقيم عليه الشناوي وتقيم عليه النادي الأهلي والنادي الزمالك البطولة الأفريقية دور أبطال أفريقيا نتائج الفريقين المباريات اللي تلعبت 14 مباراة أهلي ممكن نستعرض صورة 14 مباراة أهلي 14 مباراة زمالك النادي الأهلي فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 وتهزم هزيمة واحدة فقط لغير نادي الزمالك لاب وطبعا أحرص 34 هدف واستقبل 7 أهداف نروح نقف عند استقبال دي بس الشناوي استقبل 7 أهداف أبو جبل استقبل 9 أهداف يبقى هنا برضو لو أنت بتقيم على فكرة الاستقبال والكلين شيت الشناوي في البطولة الأفريقية أفضل أبو جبل وعواد اشتركوا في 14 مباراة دي فوز الزمالك الزمالك فاز 8 وتهزم 3 مباريات وتعادل 3 مباريات يعني حتى الزمالك أكثر عرضة للهزيمة من النادي الآلي يمكن حتى الهزيمة اللي تهزمها النادي الآلي كانت مباراة الآلي والنجم الساحلي في تونس وكنا بنلعب ناقص لاعب اللي هو أيمن أشرف من الديها 12 فقط لغير فلو احنا نتكلم عن تقييم مستوى ادي مشوار الفريقين في دوري أبطال أفريق لو بتتكلم عن فكرة 3 مباريات مفيش 3 مباريات الزمالك فاز مبارات الدوري 3 واحد ودوافع مختلف عن النادي الآلي اللي كان حسن بطولة مبارات السوبر برقلات ترجيح النادي الآلي كان الكافة الأعلى ومش هنتكلم عن مبارات الانسحاب لكن دايما بننسى ان فيه سوبر في الدور الأول النادي الآلي فاز فيه 3-2 بيتجاهلوها دايما نفرس البطولة نفس اللي اتقال المرة اللي فاتت لما تكلمنا اتقال مين أقوى الوداد ولا الرجاء في مواجهة الآلي والزمالك هم قالوا البطل الدوري هو الأقوى بس انما دلوقتي بطل الدوري مش هابقى الأقوى لان انت داخل على مواجهة بطل الدوري فيها فارق نقاط كبيرة جدا بيقابل الزمالك الوصيب بفارق كبير برضو فأكيد طبعا هيبقى المعيار آخر تناولنا داخل البطولة بس حاجة مهمة كمان هو أصلا المواجهات تاريخيا بين الفريقين لو الدوري ما كانش مقياس تاريخي لتفوق أحد الفريقين على الآخر طب البطولة اللي حيلعبوا فيها دي الوضع ايه الأهلي والزمالك وضعهم ايه بنتكلم في 8 مباريات اتلعبت في دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي فاس خمس مباريات من التمانية وتعادل ثلاث مباريات ولم يحدث أبدا ان النادي الأهلي خسر في دوري أبطال أفريقيا من الزمالك وان شاء الله ده لا يحدث وبنتكلم في 15 هدف أحرزه النادي الأهلي وتمانية أحرزه من الزمالك هنا بنتكلم حتى عن تفوق التاريخي يبين في المواجهة ما بين الاتنين في نفس البطولة شخصية الفريقين ايه زي ما بنقول بنقف عند التاريخ اللعيبة بتستمد الثقة منه ولكن مش الغروب والتاريخ لازم نعرف فيه واحنا اللي بنقول مش الفيديو اللي بنرد عليه لا احنا بنقول ان لازم نبعارفين ان الكل حاجة اول مرة فلازم اللعيبة تلعب ان ان شاء الله بإذن الله ده ما يحصلش ونستمر في سلسلة التفوق ولكن كمان مهم جدا لو انت بتتكلم ان بطولة ما هي من قياس الفريقين عمر ما كانت دوني من قياس فنعرف كويس قوي ان الفريق كبير قوي داخل البطولة دي لصالح الاهلي تاريخيا يا احمد وان شاء الله نحافظ عليه بإذن الله وطبعا في بعض التخوف لدى شريحة كبيرة جدا من كماهير النادي الاهلي وبيتقال دايما ان زمالك بيوصل او بيحاول على المرمى محاولات اقل فبيسجل اهداف على عكس النادي الاهلي والحقيقة اعتقد في مجرات الوداد زهابا وايابا الامور كانت مختلفة لكن احنا هنا رحنا لعدد محاولات في مبارتين للنادي الاهلي او دورين دور التمانية والدور قبل النهائي لنادي الاهلي والزمالك طبعا الزمالك كان بيقابل الترجي والاهلي كان بيقابل صندونز فكانت محاولات الاهلي على المرمى كلها اجمالي 49 مقابل 33 لكن المحاولات اللي هي كانت على المرمى او الان ترجي كانت 18 اهلي 18 زمالك يعني معدل من 4 ل 5 محاولات ان ترجي لكل فريق لكل مباراة النادي الاهلي قدر يسجل كان في الارمع مرات دول 8 اهداف مقابل 7 اهداف يعني لو جينا حطينا ضك التسجيل من المحاولات ان ترجي النادي الاهلي 44% مقابل 38% لنادي الزمالك طب ايه المشكلة المشكلة ان النادي الاهلي في بعض مباراة وتحديدا مباراة صندونز اللي كانت في الكتيرة كان بيروح للمرمى كتير لكن محاولاته على المرمى كانت اقل لكن مع مسماني في الدور قبل النهائي لما تعرف ان انت في مباراة الوداة في المغرب عملت 11 محاولة كانت 3 اون ترجي سجلت هدفين وهنا برضو 11 محاولة 5 اون ترجي سجلت 3 يبقى لازم تعرف ان فيه مدير فني شغال كويس جدا على دقة انهاء الهجمات فدي رسالة الجماهير النادي الاهلي ثق في العيبيك والطمن عندنا مدير فني مركز في كل كبير او صغر وفي كل تفصيلة واعتقد شفنا النهاردة حتى او مع قدوم مسماني دور مجد افشا اللي اختلف سواء على مستوى النادي الاهلي او حتى فرس النهاردة الهدف اللي احرازه على مستوى المتخدم مش افشا بس كمان حسين الشحاء ازاي الثقة بسرعة وفي انهاء الهجمة وقدر ده كهرباء في مشاركات زي ما احمد قال لكم احنا كان عندنا عيب وانا مقتنع تماما ان انت بتوصل كتير جدا للمرمة بس بتضيع كتير والنادي الزمالك بالنسبة له الاحصائية دي احنا مش جايبينها عشان احنا نقول سلبية لا ده ايجابية بس كمان التحول اللي حصل للنادي الاهلي يخص المدير الفني بيركز بشكل مهم جدا على انهاء الهجمة وهو ده اللي احنا بنطلبه من لاعبين زي ما احمد قال لكم التركيز ولكن كمان زي ما شفنا فيما يخص معطيات بطولة افريقيا التفوق للنادي الاهلي فيها واضح كمان لو بنتكلم زي مش هنقول بقى دوري او افريقيا هنتكلم الفريقين بشكل عام الفاليو بتاعة الفريقين وفق الترانسفر ماركت بنشوف قيمة الشرائية او القيمة التسويقية للفريقين النادي الاهلي قيمته التسويقية 28.25 مليون يورو في المقارنة نادي الزمالك 24.20 يعني حتى على مستوى القيمة التسويقية ليك كنادي اهلي لا انت برضو فارق ومتفوق وده بيعكس برضو ان انت القوة الشرائية الاجبر داخل القارة والنسبة الاعلى كفريق انفقا ده برضو بيعكس حظوظك واعتقد النادي الاهلي والزمالك وبرامد مقارنة بانفق باقي الانداف هم في حتة تانية وده سبب وصول تلك فرق للنهائي من ضمن اربع فرق نتكلمنا عن دقة المحولات فكان مهم جدا نروح لهدافي البطولة دي ولو استعرضنا الاسماء هتلاقي الهدفين اهلوية خلصين ده الهدفين التاريخين للبطولة دوري ابطال او البطولة افريقية من مصر طبعا كابتن محمول خطيب 37 هدف ابو تريك 32 هدف عماد متعب 28 هدف كابتن حسام حسن 27 هدف كابتن محمد بركات 25 هدف طبعا كابتن حسام سجل بعض الاهداف مع نادي الزمالك ولكن الغالبية يا فارس كانت للنادي الآلي وده برضو بيديك انتباع 17 هدف مع النادي الآلي و10 مع نادي الزمالك بالزبط من 27 وده بيديك انتباع برضو عن فكرة دقة المحولات ونتمنى ان شاء الله التوفيق عندنا كابتن وليد سليمان هو الاقرب 20 هدف ان شاء الله انا عايز اقوله حاجة بالمناسبة كمان الهدفين الاجانب من الانديال مصرية في البطولة شفنا رقم واحد على مستوى الانديال مصرية في لافيو برضو ب18 هدف ازاره التاني ب13 هدف برضو الصدارة اهلوية لو بنتكلم على حاجة تالتة خالص على فكرة اكتر خمس لاعبين مشاركة في دور ابطالة افريقيا او البطولات الافريقية بشكل عام للانديال برضو من النادي الاهلي بنتكلم في كابتن حسام عشور كابتن احمد فتحي كابتن واي الجمعة كابتن شادي محمد الاربعة دول من الاكتر لاعبين مشاركة على مستوى اللاعبين داخل الانديال مصرية بنروح يا احمد لحتى الالقاب عايزين نشوف وضع الاهلي مقارنة بالزمالك داخل افريقيا النادي الاهلي بنتكلم عنده كام لقب يا احمد بالمقارنة بنادي الزمالك نادي الاهلي حقق ستة كاس سوبر افريقي تمانية دوري ابطال افريقيا اربعة ابطال الكاس واحد كومفدرالية مقارنة بالزمالك اربعة سوبر افريقي خمسة دوري ابطال افريقيا واحد ابطال الكؤوس واحد كومفدرالية تفوق الزمالك 11 لقب افريقي اخر لقب حققه من 18 سنة اما النادي الاهلي اخر لقب حققه من 6 سنين وهو عصدارة بفارق كبير جدا من 7 سنين لان احنا بنتكلم على بطول الدورة الابطال افريقيا لان النادي الزمالك حقق الكنفدرالية ولكن ده كان مهم جدا نلقي الضوء على المباراة دي نحترم نادي الزمالك مباراة كبيرة مباراة قوية مباراة 50% النادي الاهلي 50% محتاجين ان شاء الله كنادي الاهلي يكون التوفيق حليف اللاعبين وان شاء الله نحتفل كنادي الاهلي بالبطولة دي ولكن في النهاية يهمنا جدا ان البراء تطلع بصورة متحضرة من لعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك وزي ما قلنا الحماس موجود ولكن الروح الرياضية تكون موجودة نروح بقى لنقطة مهمة جدا وهي تناول اعلامي المختلف اللي بيحصل مع النادي الاهلي فاكرين طبعا ازمة ريني فيلر لما انتهى عقده مع النادي الاهلي وطبعا النادي الاهلي قدر يتعاقد مع موسيماني في أقل من 24 ساعة ولكن بعض الاعلاميين خرج وصرح تصريحات بكل ثقة ان فيلر وجوده هنا في القاهرة او رجل القاهرة ليتعاقد مع فريق بيراميدز نشوف التصريح ونرجع نعاقد هيرجع فين فيلر؟ هيروح بيراميدز هل فيلر سيكون مديرا فنيا لبيراميدز؟ بقول هالكو ايش هو؟ الراجل سبحكته هنا وذهبوا عودة فانا بجيب من الاخر بجيب من الاخر هل يكون فيلر مديرا فنيا لبيراميدز؟ هو حر خلاص مش الاهلي قالوا سامو عليكم مش الاهلي اللي مشاه مش الراجل كان عايز يعد والاهلي مرضيش والاهلي مشاه هو حر يرفعي حتة خلاص مش قصتنا عشان بس ايه الكلام الكتير بلاش الجملة التانية يعني عشان ايه بلاش الكلام الكتير لكن في حقائق وما بقول كلمة بتقف الزور وبعد شهر ولا شهرين بتنزلوا بتتبلعوا بتبقى زي الفول ها؟ انا مما سألت هالفايلر هيلعب مع الاهلي وهيكون مدير فني مع الوداد ما الدنيا تقعدتش اعتقد نادي بيرامز اعتقد مع مدير فني واعتقد مش ريني فيلر واعتقد اعتقد يعني تقريبا ريني فيلر بلحب شنطة هدومه اللي كان سايبه عشان يرجع يوم الحد وبعد شهرين كلمة الحق بتقف الزور وده كان تناول اعلامي حابين او كنا شايلين وكده وحابين نأكد عليه لاننا كنا عارفين مرانين والله يا أسان اه طبعا شايلين وحطينه كده لاننا عارفين ان ده مش هيحصل وفكرة التنبؤات بقى وفكرة اننا زعزع جمهير النادي الاهلي اصل فيلر راجع على بيرامز وفكرة التقليل بقى من المدير الفني مش هنقدر نجيب اعتقد الامور الحمد لله مشت بشكل مناسب جدا انا فارس أسان انت بتقول تنبؤات والله هي مش تنبؤات انت عارف الوقت ده كان بتاع رمضان يعني انت بتيجي بتحط كل الامور في بعضها رمضان فيه تفاوض معاك في ده لا معاك في ده فعلا انت بتضغط عن نادي الاهلي بشكل اعلامي ممنهج واعتقد مهيبة عبدالهادي عملوا الدور ده بشكل واضح وبنقول ان بقى مكشوف جدا وبقى الجمهور النادي الاهلي كله عارفه واحنا هنا هنرصده كل ما يحصل لان غالبا هي مش تنبؤات هي فعلا حاجات متعمدة ضد النادي الاهلي لن نقبلها ومش هنوعف الفخ وان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي بطل لدوري ابطال افريقيا عشان نخرز كثير من الانسنة ونشوفكوا على خير الحلقة الجاية ويصغزال النادي الاهلي خط أحمر ان شاء الله